اشتركوا في القناة اذا اليوم سنبدأ اول حصة من المراجعة للاختبار او اختبار الفصل الاول الحصة ستكون عبارة عن حل لموضوعين مقترحين الموضوع الاول سيكون بخصوص شعر الطبيعة الجاهلي والموضوع الثاني سيكون عبارة عن نصر عن الامثال العربية او الامثال في العصر الجاهد تسمعونني جيدا ام لا كيف يبدو الصوت باركوا تسمعوا فيها شكرا الينا ما كنت سمع ومليح ما كاش مشكل عني ديجا اخرت عشر دقائق للتلاميذ اللي كانوا في فرنسية من المفروض سيلتحقون اذا انتبعوا معي نقرأ النص لا لو يسقتين أساذ علمي ولا أدبي كيف كيف يعني الموضوع خاص للعلميين والأدبيين تبعوا معي قال عبيد بن الأبرس عبيد بن الأبرس من أشهر شعراء العصر الجاهدي وعرف بكتابته للشعر أو شعر الطبيع مفهوم لا ما كاش يقرأ كلش نقرأ اليوم أنا إذا انتبعوا معي قال عبيد بن الأبرس أرقت لضوء برق في نشاص تلألأ في مملأة غصاصي لواقح دلح بالماء سحم تثج الماء من خلل الخصاص سحاب ذات أسحم مكفهر توحي الأرض قطرا ذا افتحاص تآلف فاستوى طبقا دكاكا محيلا دون مثعبه نواص كليل مظلم الحجرات داج بهيم أو كبحر ذي بواسي كأن تبسم الأنواء فيه إذا من كلع اللهقي حصاصي حصاصي المعذرة ولح بها تبسم تلاميذ لم يقول الأستاذ القاصدة مش تبين تقيقة أكا نكبرها مش توليد بنلكم عنكم كلام إذن قال كأن تبسم الأنواء فيه إذا من كل عن لهق غصاصي ولاح به تبسم واضحات يزين صفائح الحور القلاسي سل الشعراء هل سبح كسبحي سل الشعراء هل سبح كسبح بحور الشعري أو غاص مغاصي لسان بالقريض وبالقواف وبالأشعر أمهر في الغواص من الحوت الذي في لج بحر يجيد السبح في اللجج القماسي لا عمرك إنني لأعف نفسي وأسكر بالتكرم من خصاصي وأكرم والدي وأصون عرضي وأكره أن أعدى من الحراس قصيدة جميلة جدا للشعر الطبيعة الجاهلي لعبيد بن الأبرس يعني معروف عن عبيد أنه يجيد كتابة الشعر إذن مباشرة ننتقل الأسئلة دائما في الامتحان عدنا الأسئلة تقاس أو نقول على ثلاث مراحل أول مرحلة أسئلة البناء الفكري يعني الأسئلة التي تكون على النص ولدينا أسئلة البناء اللغوي التي تكون فيها الأسئلة عن قواعد اللغة عن البلاغة عن العروض لدى الأدبيين وغير ذلك أما المرحلة الثالثة وهي عبارة عن وضعية نقدية إذن نبدأ مباشرة بأسئلة البناء الفكري اليوم بحول الله سنقوم بحل هذا الموضوع وأيضا أذكركم بطريقة الإجابة النموذجية عن أسئلة الامتحان أنا كنت قلتها في لايفات سابقة وحصص سابقة لكن أعيدها إذن اليوم لن أشرح القصيدة لماذا؟ لأنني لا أعتبر نفسي في درس مع أنت سنكتشف القصيدة من خلال الأسئلة مع أنت لن نقرأ القصيدة ونشرحها إذا شرحتها خلاص يعني لا داعي للأسئلة إذن مباشرة سأنتقل للأسئلة تابعوا معي أول سؤال من البناء الفكري لاحظوا ماذا قال قال ما الظاهرة الطبيعية التي شدت انتباه الشعر ما الظاهرة الطبيعية التي شدت انتباه الشعر دايما بزاف تلاميذ يقولوا لي أستاذة كراكي متوقع شعر الطبيعة يعني في الشعر الطبيعة في الاختبار أستاذك فاش نعرف باللي النص يعني هو على شعر الطبيعة أستاذك فاش نعرف شوفوا بين إما من العبارات الموجودة في النص مع أنتها نعلم أنه يعالج نقول شعر الطبيعة أو ظاهرة طبيعية وإما من الأسئلة كذا لاحظوا أول سؤال قال ما الظاهرة الطبيعية التي شدت انتباه الشعر يعني التي انتبه لها فوصفها أو أعجب بها وقال من أين لاحت يعني من أين جاءت أو مصدرها استدل على إجابتك من النص كما في هذا السؤال قال لك استدل أسئلات البناء الفكري تبعوا معي أجيبوا عنها تبعوا معي مليح قبل ما نبدأ نجاوب أسئلات البناء الفكري أجيبوا عنها بمرحلتين أول مرحلة هي الحكم موشمعنت حكم يعني أطلق حكما عن السؤال كأنني أضع إجابة مباشرة عن السؤال الحاجة الثانية ألو هي التمثيل موشمعنتها نطيكم مثال قبل ما نرجع له مثلا نقول لك ما الموضوع الذي يعالجه الشاعر مثلا هذا السؤال الحكم هو أن تجيب إجابة مباشرة عن هذا السؤال تقول الموضوع الذي يعالجه الشاعر هو كذا مثلا شعر الطبيعة أو الفروسية ولا غيرها لا يهم لكن هل تتوقف الإجابة هنا طبعا لا أضع فاصلة وأقول يظهر ذلك في قولي هنا أنتقل للمرحلة الثانية من الإجابة ألو هي التمثيل دايما الإجابة التاعي في البناء الفكري عندما أجيب عنها أمثل لها وش معنة أمثل يعني كأنني أدافع عن إجابتي بدليل أو حكم أنا أدافع عن إجابتي بدليل هذه دايما نديرها تقول يا أستاذة في أغلب أسئلة البناء الفكري نعم في أغلبها أضيف لهذه الطريقة أمر ألو هو الشرح لأن الشرح مشي بالضرورة ومشي دايما نشرح الإجابة مثلا كما طيط لكم سؤال قلت ما الموضوع الذي يعالجه الشعر قلنا الموضوع الذي يعالجه الشعر مثلا شعر الفلوسية مثلا يظهر ذلك في قوله نستخرج قول يدل على هذا الموضوع وكملاحظة تمثيل هو عبارة عن استخراج عبارة من النص ما نستخرج شبيت ما عندها مثلا ما روحش ندي هذا البيت كامل لا مثلا هنا ندي غير عبارة هكا يعني العبارة التي تخدم إجابتي أكتبها فقط إضافة إذا شفت بليذي الإجابة بالحكم وبالتمثيل يعني ناقصة نوعا ما يعني تحتاج أكثر شر نشرحها بأسلوب الخاص نطيكم مثال نبقى في السؤال قلت ما الموضوع الذي يعالجه الشاعر شوفوا الحكم اللي درته ماذا قلت الموضوع الذي يعالجه الشاعر هو شعر الفلوسية يظهر ذلك في قوله في أي قول مثلا استخرجتها في ذي العبارة مثلا ما زلنا ما بدي نشوف النص ننطي مثلا ما فوق ومبعد ندير فاصلة نحب نزيد نشرح نقول فشعراء أو هذا الشاعر معروف بفلوسيته في العصر الجاهلي وكذا ما فوق ما أنت مشي لازم دايما أي سؤال في البناء الفكري ندله شرح بصح لازم أي سؤال في البناء الفكري ندله إجابة مباشرة أي الحكم ونزيد له تمثيل من النص الشرح يكون على حسب السؤال كأن أسئلة تحتاج شرح وكأن أسئلة لا يعني غير نجاوب عليها ونمثل خلاص تكون أسئلة تامة مفو إذن هذا فيما يخص طريقة الإجابة عن أسئلة البناء الفكري مفو إذن أول سؤال قال ما الظاهرة الطبيعية التي دقيقة فقط دقيقة نعم إذن أول سؤال قال ما الظاهرة الطبيعية التي شدت انتباه الشاعر إذن لاحظوا نعود إلى النص يعني أنا أعتبر نفسي تلميذ اليوم قرأت النص بك مرة أولى قرأته مرة ثانية على الأقل اديت فكرة عن ماذا يتحدث الشاعر أول سؤال قال لك ما الظاهرة الطبيعية التي شدت انتباه الشاعر قبل ما نبدأ نجاوب رح نزيد ملاحظة أيضا كيف زفت الأمين قلوا لي أستاذا الشعر الجاهلي يعني الشعر صعب يعني أحيانا ما نعرفش روحي إذا عرفت نجاوب ولا لا 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 أعلم ما نباليش أستاذا إذا صح عرفت نجاوب ولا لا لا ولا صح عرفت فهمت القصيدة مليح ولا لا أنا أقول لكم دايما كياتكم الموضوع تقرأوا القصيدة قراءة أولى قراءة ثانية وغيرها وكان البعض قراءة ثالثة ورابعة أنا كيفش نعرف بلي القصيدة على الأقل على الأقل فهمتها 30% 40% من خلال الأسئلة صدقوني تقولوا لي أستاذا نفهم القصيدة مي سؤال طبعا علاش لأنه ذوك مثلا أنا قرأت هذه القصيدة تعابد بن الأبرس وبانت لي بلي رايزة رايزة الحرب مثلا حتى شفت بلي أول سؤال لأنه أول سؤال في البناء الفكري وشفت بلي أول سؤال قال لك ما الظاهرة الطبيعية التي شدت انتباه الشاعر هنا وش نتأكد بلي أنا على خطأ الشاعر موش هيогоضر على الحرب شاعر رايزة centers على ظاهرة طبيعية سمهني يفهمي للقصيدة خطأ أول العكس يعني قرأت القصيدة وفهنت بلي شاعر ويهضر على ظاهرة طبيعية والسؤال يقل لك ما الظاهرة الطبيعية التي شدت انتباه الشاعر سمهنا وش نتأكد نتأكد بلي الإجابة تاي صحيحة أنني على حق وأنني فهمت القصيدة حتى لو كنت شاهدتها مئة بالمئة يعني أنا في الطريق الصواب لفهمها كامل مفوه إذن لاحظوا معي نعود إلى النص قال أرقت لضوء برق في نشاص أرقت أرقت من الفعل من الأرق فعله من اسم الأرق الأرق هو عدم استطاعة النوم ما أنت ما نقدرش نرقود قال أرقت لضوء برق في نشاص مع أنت كي كان يضرب البرق لأن البرق يجي بعده الرعد الرعد يدير الحس في نشاص مع أنت في ارتفاع مع أنت في أعالي السماء قال تلألأ في مملأة غصاص تلألأ في مملأة مملأة يقصد السحاب الممتلأ بالماء مفوه هذا هو وش يقصد بها غصاص يعني في أعلى السماء يعني السحاب الممتلئ بالماء إذن مباشرة هنا كي سقساني ما الظاهرة الطبيعية التي شدت انتباه الشاعر مباشرة الظاهرة الطبيعية التي شدت انتباه الشاعر هي البرق أو ضوء البرق نقطة هنا وضحت حكما يعني درنا أول مرحلة من الإجابة عن الأسئلة المرحلة الثانية ما هي أنني أمثل من النص ونبهت 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 التمثيل من النص ليس أن أضع بيتا كاملا ما نديش بيت كامل التمثيل من النص أن نأخذ عبارة من النص فقط أنا قلت يتحدث عن ظاهرة البرق نقول يظهر ذلك في قوله آرقت لضوء برقي نقطة يعني أكدت على أن الظاهرة الطبيعية التي شدت انتباه الشاعر هي البرق مفور لاحظوا كيف أجبت الظاهرة الطبيعية التي شدت انتباه الشاعر هي البرق ويظهر ذلك في قوله ودايما كنستخرج القول أضع علامات التخصيص شوفوا علامات التخصيص يعني من علامات الوقف علامات التخصيص نستعملها عندما ننقل القول بحرفه ما أنا ها نقلت قولا من الشاعر بحرفه ما غيرت فيه مفور ما تقال لك من أين لاحد ما هو مصدر هذا والبرق قال ما نتاوي را يتبان مرا يتخرج قال لاحت من أعلى السحاب المليء بالماء في قوله لا لا في مملأة غصاص مفور ألو هي مملأة السحاب الغصاص هي السحاب المملوء بالماء يعني السحابة كتكون معمرة بالماء تشغل اللون تحارة ما دي نوعا عنها ما ديش بيضة كتكون بيضة بيضة هذي تكون سماء صافية بسرع كتكون مملوئة بالماء تكون ما بين البيض والرمادي شغلت بلي قريش وقلت يظهر ذلك في قوله هكذا استدليت على إجابة من النص كما هنا أنا قلت استدل على إجابتك من النص هذي قلتها مفور لكن أحيانا ما يقولكش استدل انتما ما ما يقولكش استدل تستدلون من النص الآن ننتقل لسؤالي بعده قال خص الشاعر دقيقة زدنا بطلكم كبر بشتوفهم ليح دقيقة سؤالي بعده المعذرة قال خص الشاعر السحاب بمجموعة من الأوصاف حددها باستخراج الألفاظ الدلة عليه ما ننتقل لك الشاعر خص السحاب أو نقول ميزه بمجموعة من الأوصاف يعني وصف السحاب الذي يلقي بالماء قال حددها نعود إلى النص تبعوا معين نعود إلى النص لاحظ عندما قال لواقح دلح بالماء سحم تثج الماء من خلال الخصص سحاب ذات أسحم مكفهر مكفهر كما قلتكم يقولي لو أنت عوشوا المظلاء توحي الأرض قدرا ذا افتحاص توحي الأرض مع أنتا تطلق في الأرض قطرات يعني بداية الأمطار ومبعد قال تآلف مع أنتا اجتمع السحاب فاستوى مع أنتا استوى على عبارة عن طبقات إذا لاحظتوا أحيانا سحبتوا لكما الطبقات وغيرها متكاليل مظلم حجرات داج بهيم كبحر ذي بواس وغيرها إذا لاحظوا معي أنا من خلالي هذه الأبيض لاحظوا الأوصاف التي استخرجتها نحب أن نشرح لكم بالكتبة أفضل لاحظوا أولا دل على السحاب العلو في قوله نشاص هذا في أول بيت عندما قال أرقت لضوء برق في نشاص مع أنتا في أعالي السحاب بعد ذلك قال مليء بالماء في قوله مملأة دلح الماء قال أسود اللون عندما قال سحم أسحم مكفهر أيضا أيضا قال السحاب على شكل طبقات في قوله تآلف فاستوى طبقا دكاكا إذن هذه كلها عبارة عن أوصاف للسحاب واستخرجت الألفاظ الدل عليها والنبه والنبه أحيانا الأساتذة الأسئلة ما يقول لكش استدل من النص لكن أنا وش قلت يقولوا لي استدل استدل ما يقولوا ليش استدل استدل ما أنتا دائما نمثل من النص دائما ونعاود أمثل بعبارات من النص لا أمثل بأبياتها ما نستخرج أبيات من النص استخرج عبارات عبارات وليس أبيات مفهم الآن ننتقل للسؤال الذي بعده قال للتلاميذ اللي يقولوا لي أستاذة تحطي هذا الموضوع بالحل طبعا كنكملوا الحصة نحط لكم يعني حل الموضوع بشتوفوه قال بما وصف الشاعر المطر المنصاح وكيف كان يبدو وهو يعم الكائنات وش معنطها المطر المنصاح المنصاح معنطها هذا المطر اللي يكون شديد الغزارة ما يقدر يسلك منه حتى واحد لا لي مخبيه تحت شجرة لا لي مخبيه تحت باب لا ولو معنطها لكثرة غزارته نسميه المطر المنصاح قال بما وصفه لاحظوا وصف الشاعر المطر المنصاح بأنه عام وشامل لا يمكن لأحد احتماء منه معنطها واحد ما يقدر يسلك منه والدليل في قوله توحي الأرض قطرا ذفت حاص معنطها الأرض يعني توحي الأرض معنطها السحاب اللي يطلق في المطر قطراتهم بعد يبدأ ذفت حاص معنطها يشمل جميع الأرض وأيضا وصفه كأنه يبدو أبيض أبيض اللون في قوله لهق هصاص معنطها يقول لك المطر يكون شديد الغزارة وقع كلي يقول لك من لون الأبيض الذي يسقط اللهق معنطها هذوك كيفش يقول لهق هذه الخيوط البيضاء هكذا مفهوم السؤال يقال إلى أي غرض شعري تنتمي القصيدة إلى أي غرض شعري كم زفت تلمين هذا السؤال الغرض يكون نغيرهم مثلا نقول إلى أي لون شعري ولا نقول إلى أي نوع شعري تلمين تتلفلهم شوفهم تبعوا معي يقول لكم إلى أي نوع شعري إلى أي لون شعري إلى أي غرض شعري نفس السؤال هي أسئلة هي أسئلة تدل على نفس الإجابة مفهوم معنطها كل يرهم يقول لك بلي هذا النص أو هذه القصيدة عبارة عن شعر لكن ما نوع هذا الشعر نحن نحدد نوع الشعر من موضوع القصيدة إذا كان الشعر يحدد موضوع اجتماعي نقوله الشعر اجتماعي إذا كان الشعر يعالج موضوع سياسي نقوله موضوع سياسي إذا كان الشعر يعالج موضوع أو ظاهرة طبيعية فمباشرة ما الغرض هنا ما الغرض هو غرضه شعر الطبيعة إذن القصيدة تنتمي إلى غرض شعر الطبيعة أو نسميه أيضا شعر وصف الطبيعة يعني هنا الشعر يصف الطبيعة لأنه وصف لنا البرق وصف لنا السحاب وصف لنا المطر وغيره بما نعلل بما نعلل علش قلت ينتمي أو تنتمي القصيدة إلى شعر وصف الطبيعة أعلل أن الشعر يصف لنا منظرا طبيعيا ولأنه قدر نقول يصور لنا منظرا طبيعيا مثل وصف البرقة السحاب وغيرها وصف البرقة السحاب وغيرها مفهوم هنا الآن نروح للسؤال الخامس سؤال الخامس قال كيف تبدو لك ملامح بيئة هذا السؤال يعني بزيف يطيح وتكرر في أسئلات البناء الفكري خاصة في العصر الجاهلي أو في قصائد العصر الجاهلي أنا كنت دائما كنشرح دروس نقول لكم من خصائص بيئة العصر الجاهلي أنها بيئة صحراوية بيئة تسودها العصبية القابلية من تتعصب للقبيلة والعرق والدين ولون البشرة كنا نقول عنصرية في وقتنا الحالي أيضا بيئة تسودها الفروسية وركوب الخيل بيئة تسود ويسودها الكرم بيئة تسودها النزاعات بيئة وصف مناظر طبيعية وغيرها هذا السؤال يعني أجبت عنه بصفة عنها أنا دائما نقول لكم بهذا النوع من الأسئلة ملامح بيئة شاعر نجيب عنها من ماذا نجيب عنها من موضوع النص نجيب عنها من موضوع النص بفوم لاحظوا في النص كينزوج مظاهر لبيئة الشاعر أول مظهر بيئة ما هو أن الشاعر مظاهر بيئتي أنها بيئة طبيعية يوجد فيها البرق والمطر والسحاب وغيرها لكن توجد بيئة أخرى في أواخر الأبيات أو في أواخر أبيات القصيدة من يستنتجها في رأيكم توجد بيئة أخرى ما هي عندما قال سالي الشعراء أهل سبحوا كسبح بحور الشعري أو غاص مغاص أليست بيئة فخر هنا الشاعر يفتخره بالشعر الذي يكتبه ويتحدى أي شعر أن كتب فيه نقول الأمور التي كتب فيها يعني معروف عن عبيد بن الأبرس أنه من أفحل الشعراء الذين كتبوا عن شعر الطبيعة وعندما قال وأكرم والدي وأصون عرضي وأكره أن أعدى من الحراس معنى يقول الذي لا يطيع والديه وغير ذلك قالوا هو يقول والدي هم يحشبوا باش يقول الأم التاعي نعم إذن يفتخر بأخلاقه وشعره إذن هنا نقول بيئة بيئة طبيعية لوصف البرغ والمطر أيضا ونقول بيئة فخر واعتزاز الشاعر بنفسه ونقول بقبيلته وبأخلاقه من فو هنا مستخرج بيئة خيل وبيئة حروب وغيرها رغم أن هذه هي بيئة العصر الجاهلي لكن أنا قلت أن هذا النوع من السؤال خصائص بيئة الشاعر أجيب عنها من النص معنى أنت نجاوب عليها من النص مش من راسي من فو معنى أنت المظاهر التي يعني جسدت في القصيدة أجيب عنها من فو آخر سؤال أنا على بني ما هو آخر سؤال في البناء الفكري آخر سؤال في البناء الفكري هو من نمط الغالب على القصيدة من نمط الغالب على القصيدة مباشرة بأن الشاعر يصور لنا منظرا طبيعيا ويصف له لنا بالتدقيق ووظف العديد من الصفات ووظف العديد من الاستعارات ووظف العديد من النعوت والأحوال وغيرها فمباشرة ما النمط النص؟ طبعا هو نمط وصفي ومن أهم خصائص النمط الوصفي كثرة الأفعال المضارعة كما هنا أرقت توحي تثج ويزين يجيد يعني النص ملي أيضا من أهم خصائص النمط الوصفي هو كثرة الجمل الإسمية مع أن تنلقى أن الشاعر يبدأ أبيته بجمل إسمية كما هنا سحاب لواقح لساني من الحوت لعمرك إذن هذه كلها مؤشرات أو خصائص تدل على أن نمط القصيدة هو نمط وصفي إذن هذا كل ما يخص أسئلة البناء الفكري لليوم الإجابة رح نحطي يعني إجابة هذا الموضوع رح نحطها في الكلاسروم ورح نحطها أيضا على صفحة الفيسبوك صفحة تعليمكم لأن مباشرة ننتقل إلى البناء اللغوي أنا غير أن أقول بناء لغوي يعني أقصد قواعد اللغة أقصد البلاغة وغيرها أول سؤال في البناء اللغوي أعرب ما تحته خط في النص يعني أحب سؤال لقلبي الإعراب دائما أنا أقول لكم قبل ما نعرب أحدد نوع الكلمة مع أنتها عمري ما نعرب بلما نحدد نوع الكلمة مفهوم؟ تبعوا معي أول الكلمة للإعراب هي تآلفة واخترت لكم يعني الكلمات اللي قرناها يعني الإعرابات اللي قريتها طبعا هذا العام تآلفة تآلفة هنا هو تآلفة كما نقوله اجتمع شرح ما نتاقل نقولك تآلفت أنا والصديقتي لحل المشاكل يعني تكافلت اجتمعنا تآلفة هو فعل نحن نعلم أن الفعل أولا نحدد زمنه هل هو ماضي أو مضارع أو أمر تآلفة هو فعل ماضي خلاص تآلفة فوق فعل ماضي ونحن نعلم أن الفعل الماضي يأتي دائما مبني إما يبنى على الفتح إما يبنى على السكون وإما يبنى على الضم لاحظوا الفعل تآلفة هو فعل لم يتصل به أي ضمير إذن مباشرة هنا هو فعل ماضي مبني على الفتح لماذا؟ لأنه لم يتصل به شيء إذن تآلف فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره ونحن نعلم أن لكل فعل فاعل نروح نشوفه شكين بعده بلك يكون الفاعل مذكور فاستوى استوى أيضا فعل اسم الفاعل لم يذكر إذن كيف جاء الفاعل هنا؟ فاعل ضمير مستتر مبني أو الفاعل ضمير مستتر معذرة تقديره هو هو تآلف يقصد السحاب هنا الكلمة اللي بعدها قاله هو يجيد ليما ديتها لكم غير أفعال يجيد يجيد أيضا فعل فعل في أي زمن هو زمن المضارع لاحظوا حرف المضارع عليها يجيد يجيد معنتها شرح يجيد أنت واحد يجيد القيامة بأمر معنتها يعلم أن يفعله جيدا يعرف كيفش يديره مليح هذا وش معنتها يجيد مفور؟ إذن هنا يجيد فعل مضارع كيف هو؟ نحن نعلم أن الفعل المضارع أصله معرب ما يجيش مبني ونعلم أن الفعل المضارع أصله في الإعراب هو الرفع إلا متى يكون مرفوعا إذا لم تسبقه لا أداة نصب ولا أداة جزم إذا لاحظت هنا الفعل لم تسبقه لا أداة نصب ولا جزم إذن مباشرة هو مرفوع إذن يجيد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره ونحن نعلم أن لكل فعل فاعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو هو يجيد مفهوم؟ يقصد الحوج هنا اللي بعدها الفعل اللي بعده أن أعد أن معروفة حرف نصب وتوكيد مبني لا محل له من الإعرام مفهوم؟ اللي بعدها أعد أعد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرها فعل معذرة معذرة أعد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أين الفاعل؟ أن أعد أنا والفاعل ضامير مستتر تقديره ماذا؟ تقديره أنا أن أعد رفو لي بعده تبعوا معي هذا الإعرام سنزيد ذك خاص بالأدبيين العلميين ليس خاص بهم لكن ما عليش دوها كفكرة أين في رأيكم هنا المفعول به لهذه الجملة؟ نقريد المفعول به لدى الأدبيين أن المفعول به يمكن أن يأتي إسما صريحا ويمكن أن يأتي ضاميرا متصلا ويمكن أن يأتي مصدرا مؤولا هنا عدنا مصدر مؤول ولا لا وشنه المصدر المؤول في اللغة العربية؟ حرف مصدري زائد فعل مضارع منصوب إذن مباشرة نزيد نقول والمصدر المؤول أن أعد في محل نصب مفعول به مفعول به للفعل أكره هنا أكره كلنا نقول أكره العدة مفهوم؟ هذه خاصة بالأدبيين الآن مباشرة بعد الإعراب ننتقل للسؤال اللي بعده قال ما نوع الصورة البيانية في قول الشاعر ما نوع الصورة البيانية في قول الشاعر مفهوم؟ لا للتلاميذ يقول أستاذا منصوب بأن المضمرة لا هنا مش مضمرة هنا أنواء ظاهرة مفهوم؟ إذن هنا ما نوع الصورة البيانية؟ قال تبسم الأنواء تبسم الأنواء لاحظوا قال شبه شاعر الأنواء بالإنسان الذي يتبسم هل الأنواء تتبسم شيء معنوي لا تتبسم مفهوم لا تتبسم ما نقول شبه شاعر الأنواء بالإنسان الذي يبتسم فحذف المشبه به المبتسم وأبقى على قرينة دالة عليه تبسم على سبيل الاستعارة المكنية قال سر بلاغتها ما سر بلاغة الاستعارة هي تقوية المعنى وتوضيحه بدقة وإيجاز من خلال تشخيص المعنى يعني كأنني شخصت الأنواء في صورتي شخصتها في شكل إنسان هو يقصد المرأة هنا في شكل شبه بالمرأة المعذرة التي تتبسم في شكل إنسان الذي يتبسم هذا يسمى تشخيص لكن هذه دايما نقولها كان بزيف تلاميذ يقول لي أستاذ سر البلاغة والتشخيص والتجسيد فقط وهذا خطأ سر البلاغة هنا ما هو شغل تشخيص والتشخيص سر البلاغة دايما نبدأ هكا تقوية المعنى وتوضيحه بدقة وإيجاز لماذا؟ لأنه نقول سر بلاغة الصور البيانية مع أن تأثرها في النص ما هو دورها تقوي المعنى وتوضيحه بدقة مع أن كأنني كيفاش نقول كأنني أستعملها لكي أوضيح المعنى أكثر دون الاكثر من الكلام مفووم؟ لو يقول له أستاذ لو يسقسني الأنواء الأنواء هي مصدر الفعل ناءة ينؤم عند هالكيش نقوله احنا الأمطار مفووم؟ اللي بعدها أو كثرة المياه نقصده بها اللي بعدها قال حدد نوع المحسن البديعي الوارد في البيت الأول وبين أطره البلاغة نعود إلى البيت الأول يوجد محسن بديعي أولا نحن على البل نبلي عدنا محسنات بديعية عدنا طباق عدنا مقابلة عدنا تصريع عدنا أيضا جناس وغيرها عدنا السجع لكن السجع غير موجود في الشعر السجع عوضه في الشعر ما يدعى بالتصريع والتصريع ما هو من المحسنات ركزوا معي مليح التصريع من المحسنات البديعية اللفظية التي أتلفظ بها ويأتي في الشعر فقط ونعني به هو أن يتشابه شطر البيت الأول شطر البيت الأول مع شطر البيت الأول الشطر الثاني من البيت الأول في الحرف في نفس الحرف مع أنتها البيت الأول الشطر الأول والشطر الثاني يتشابه في نفس الحرف هذا يسمى تصريع كمهنة نشاص غصاص معتا إذا وجدتم في البيت الأول الشطر الأول ينتهي بنفس الحرف الذي ينتهي به الشطر الثاني نسميه تصريع والتصريع يكون في الشعر فقط ويكون في البيت الأول فقط مفهوم هنا نعاود التصريع يكون في الشعر فقط وفي البيت الأول فقط مفهوم إذن ما أثر التصريح في المعنى هو نفس أثر الجناس والسجع الموجود في النطر هو إحداث نغمة موسيقية تطرب لها الأذن سؤالي بعده قال حدد أسلوب البيت الثامن لاحظوا معي هنا أسلوب البيت الثامن هذا قال نعود ونقرأوا البيت قال سلي الشعراء هل سبح كسبحي بحور الشعري أو غاص مغاصي لاحظوا البيت هنا بما ابتدأ بسلي بفعل أمر سلي ما أنت اسأل هنا هنا فعل أمر لاحظوا إذن مباشرة هو أسلوب إنشائي ما نوعه طالبي لأنه جاء على سيغة الأمر كم زال تلميذ يقول لأستاذ غرضه الاستفهام هنا الغرض من أين أستخرج غرض الأساليب أستخرجه من مقصود الشاعر أو الكاتب من المعنى الذي وظف لأجله الشاعر هذا البيت أو هذا الأسلوب الشاعر ليش وظف هذا الأمر وهذا الاستفهام لماذا؟ لماذا؟ يعني لديه غرض هل هو أنا يستفهم؟ هل فعلا هو رهو يتعجب هل الشعراء فاتوه لا 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 في كتابة الشاعر ولا أكتبوا خير منه؟ طبعا لا هنا استفهام غير حقيقي إذن هنا مباشرة أسلوب إنشائي طالبي جاء على سيغة الأمر غرضه ماذا؟ غرضه المتح أو الفخر معنى هو يفتخر بالشاعر الذي يكتبه ويندح نفسه يعني لديه ثقة عالية في النفس لبعدها آخر سؤال ويضح بزيف هذا السؤال قال ما العلاقة المعنوية التي تربط أجزاء النص؟ ما العلاقة المعنوية التي تربط أجزاء النص؟ إذا لاحظتم في القصيدة أبدأ بوصف البرق ومبعد السحاب ومبعد المطر ومبعد قال بلي ما كاش يكتب الشاعر كما أنا وقال أنا بلي ندافع على القبيلة تاعي وبيلي أكرم والدي وغيرها إذا لاحظتم يعني الأفكار القصيدة يعني كأنها انتقلت من بيت إلى آخر يعني كأن كل بيت يحمل فكرة إذا العلاقة التي تربط أجزاء النص ولا تربط أبيات النص هي وحدة البيت وش نقصد بوحدة البيت؟ وحدة البيت حيث أننا نجد كل بيت مستقل بفكرته مع أنت كل بيت عند فكرة معينة يحملها حيث نستطيع التقديم يعني تقديم بيت أو تأخيره أو حتى الحث دون أن يختل المعنى العامي القصيدة معند هنا الشعر في العصر الجاهلي كننجيب هذا البيت هنا مراحش يختل المعنى إذا العكس مراحش يختل المعنى وكن نحذف البيت مراحش يختل المعنى العامي القصيدة هذه تسمى ماذا؟ تسمى وحدة البيت ووحدة البيت تساهم في ماذا؟ أنا قلت علل عليش قلتها شرحنا تساهم في ماذا؟ نزيدها تساهم معنت ما هو الدور وحدات النص؟ تساهم في انسجام النص مش الاتساق كمزاف تلاميذي غلطوا تساهم في انسجام النص وش معنتها انسجام النص معنتها تساهم في انسجام معاني النص تساهم في انسجام معاني النص مش الاتساق الاتساق خاص بالألفاظ والانسجام خاص بمعاني النص معنتها نفرق مش نفس الشي مفو إذن هذا كل ما يخص الموضوع الأول الآن مباشرة ننتقل للموضوع الثاني مباشرة دقيقة ننتقل دقيقة فقط أظل ما بيش لا ركو تسمعوا فيها أم لا